اخر نور يلا هم عامللنك اكلة سمك هتاكل نفسك وراها يو جري يا محمود مبتاكلش لي يا حبيبي ما عليش بقى تحية اخر ذكرات ليها مع السمك مش تمام يعني شو بيه براحتها تحية محمود غريب ده البيت بيته وبعدين نذهل على درسه وينفع نفسه بعدين بقى يا بابا انا مش عارف افتح البتاقي دي مش هتسيبنا كل بقى ليا النعمة من نعمة ربي ايدك ما هتتمدى على ديلة سمكة ايه لو بتاعف تفتحها كويس جليلة خمس مرات بعلمك ازاي تفتحها يا بابا انت قربت اتخلص طبق البربوني كله وانا مش عارف افتح البتاقي دي وهموت على البربوني اه اتفتحتها يا عم هاني شفت حظك البربوني بقى عشان نبري الوقت البربوني ده حتة سمك وفكرني بعد الاكلة دي اديك درس ازاي تفتح الكبوري ايه يا رانيا بتاكلش بربوني ليه يا حبيبتي رانيا ما بتاكلش السمك ما بتحبوش وبتقرف منه بش حاجة اسمها بتقرف وما تقرفش اللي اتعامل تاكل منه ايا يا جماعة بس البنت جعلنا حرام يعني بقولك يا محمود سبنا ربي علي بالطرقة اللي تريحني ما قلت ليش يا محمود ايه الشقة عجبتك الشقة وهي دي شقة تحية ده قصر عظيمة عمال اتقلب من السرير ده للسرير ده ومن القوضة دي للقوضة دي مش عارف اعمل ايه انا بقى اقولك تعمل ايه كل يوم بك في قوضة حلوة اتح على القل تعمل ولس في كل قوضة شوية ما ايه منتو النسب انسك يا ابو نسب جميل جمال جوزك ده تحية ابن حرام مصفي ايه قلت ايه في ايه انت قلت ابن حرام ابن حلال ابن حلال يا هاني باباك ده رجل عظيم انت مش فهمني البربوني ده اصلي فيه بطروخ والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي يا عم اضرب بقى ده تقارب في قرفك مستبرة لما اتروح الحمام على فكرة يا جماعة مش عايزكم تتلاقوا دي مرحلة طبيعية خالص البكرة هي اللي هتنضافلك السمك من السحب مش بكرة اوي يعني احتمال الموضوع ايخو الوقت مهار 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 عابة هاني بتعليب صوتك انت بتشرب عابة بابة انت صغير على الحاجات دي لا بابة من انت بتشربوا الشاي كده يابن احنا كبار انت لسه صغير طب لما انا صغير مابتفتح ليش الكابورية ليه جادي أم الكابورية ايو والله يا ماما كويس وزيل فل خلاص انا هدهولي قوتي الطميني عليه بنفسك خده مكعايزاك ايو يا بطة وحشتيني ياما عامل اياست الكل انا كويس اوي الحمد لله ياما لا ده من دعاك لها ربنا وقافلي ولادي الحلال سكوتي ياما ده شافع طلع ابن حلال مصفي ابن حلال ياما ابن حلال بقوا بس التليفون اللي صوته مش واضح بقولك يا بطة هي تحية قالتلك عالشقة حتة شقة يا اما الشمس داخلها من كل حتة وشرحة ده انا حتى بفكر تجيب الحجي وتيجي تقعدوا معنا تغير وجو مش كيه يقول لها تحية ايوة ايوة اولها العظيم انا ما تحيل عليها اقول لها امتى يا محمود هو انا هسيبها هي بس تلاقيها حاست ان شافع ما عزمش بنفس مش كيه يقول لها شافع مع ان ياما سبحان الله شافع ماشي وراي طول النهار في الشقة يقول لها محمود قول لحماية وحمات يجيوا عودوا معنا هنا شهر اسبوعين يا اما خليهم اسبوعين خليهم اسبوع يا اما برضو ترجعت الطميني على البيت عند ااما وعي تيجي هنا الرطوبة هتاكلك في سلامة انت الوقتي مع الف سلامة يا كتة قلبي ربنا يحميك يا حبيبي ويجعلك في كل خطوة سلام يا حبيبي الولا وحشني نفسي اخده كده اهو في حضني اهو الوضع يا رب تضم من قلبي عليهم يا سيدر اهو ده اللي كنت عامل حسابه هتحط سمعت التليفون من هنا وتقود تهري وتنكتب بعضك شوفي ده قرار نهائي قالي مش حدفع فطورة التليفون عشان يطعوا الحرارة وتبطل تكلم عيالك انت بتتلكك اساسا عشان ما تدفعش يا راجل حرام عليك ده دي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي في الدنيا اني اسمع صوت عيالي واتطمن عليهم الله يلعن ابو الدنيا اللي فرقتني عنهم يا سيدة حرام عليك الدنيا مالها ومالهم استغفر الله العظيم يا رب ده نصيب بقولك ايه انت ما حسيتش في صوت محمود ما حاجة غريبة كده ايوة حسيت شميت فيه ريحة سمك يا خفة يا روآنك يا خوية يعني انت زعلان على ابنك اللي قعت هناك ضرب له اكل السمك بالشيء الفلاني ومن زعلان على جوزك اللي جسمه نشف من اكل بطاطس هتبتدي الاستوانات بتاعتك وتقولي الاكل اللي ما يبلش اليد ما يبلش القلب هو ده اللي انت فلح فيه طب سكوتي بقى حسنا دخلك المطبخ تروح تعمليه لأكل اتاكل بطالي القلق والوساوس اللي انت فيها دي ده ابنك راجل ويفوت في الحديد الله واكبر قصانا لاحزتي يعني وهو بيتكلم معايا عمال يشكر في الوقت شافع وعمال يقولي ده ابن حلال مصفي وبعدين انا وانت عارفين كويس قوي انه هو أوطى من نعل الصندر معلش بقى يوضع سره في أوطى خلقه شافع بيتك ممشيها صح وما يدرش يعمل معايا حاجة وحتوصيه على محمود ياخد باله منه ويعامله أحسن معاملة وهي دي هتبقى الخدمة الوحيدة اللي هيخدمها لنا من اليوم الأغبر اللي شافيته بيتك في الكلية وحبيته وجوزته حقا لو كان شافع مسكن محمود في الشقة بتاعتهم القديمة ده يبقى عامل الواجب والزيادة يبقى قطر ألف خيره بقولك ايه يا ناصر ما تيجي ناخد بعضنا ونروح نعود معهم يومين قاهم نغير جاوة ونتطمن على محمود ايو 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 ادخولي عيدل في الموضوع وبطالي دور فاردوس محمد اللي انت عاملاه ده وعملاه لقلانة قولي بقى ان انت عايزة تروحي هناك علشان تتفسحي وهو انا هروح لوحدي يا رجل منت هتيجي معايا خد لك اجازة يومين يا ست هواني تحت امرك انا رجل عندي شغل انتخابات اتحاد العمال فضلها كم اسبوع وتبدأ ولازم نشتغل لها من دلوقتي ايه يا رب يا رب توب علي من وجع القلب ده يا رب ولع في كل النقابات العملية اللي سرقت عمر جوزي يا رب يا رب ما توحد العمال ابدا وفرقهم عن بعضه وشحتطهم عشان جوزي يفوق لنفسه ويعرف انه كبر خلاص ومعدش يستحمل شقاوة زمان وبهدلة امن الدولة ادعي زي ما انت عاوزة تحط ربنا ما يرضاهش بالظلم كده هو يا ناصر انت بتتحداني طب خدي بقى عندك اله يا رب المصنع بتاعكو يتباع وييجي عليه الدور في اللي اسمها ايه دي المتخصصة عشان تستريح طب بس 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 يخرب عقلك ده ما فاضلش غير مصنعنا وكان مصنع تانيين هعملك اللي انت عايزاه هقدم على اجهزة عرضة واخدكو الروح اهدي بس كده اهدي ودع لعيالك ويسيب العمال والمصانح في حالهم يا ست هم بش نقصينك هم شفت الرائحة الزكية نقول مبروك لا 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 انا ماليش في الحاجات اللي بتتبخي ايه انا عايز عطر من اللي من اللي بيدهنوا بيه من اللي بيدهن يدهن ايه مولانا دي مضى وبطلت خلاص ولو انت خايف من الحرمانية ولا عزو بالله في فتوى طلعت بفضل الله فين اهيه اهيه